وتفادياً لتسريب المواضيع في الدورة المقبلة لما يزيد عن 38% من مدرشح شهادة الباكالوريا وضعت وزارة التربية رفقة شركاء الاجتماعيين مخطط محكم قائم على الصرامة تقول هاجر سيلف جملة من النقاط السوداء التي تميزت بها باكالوريا 2016 نشر المواضيع في الفيسبوك بعد 5 دقائق فقط رغم عمليات التشويش مسلسل التأخرات الذي أقصى ما يزيد عن 900 مترشح والفاجعة هي تسريب المواضيع قبل الامتحان نقاط عززت الرابط بين الوزارة الوسية وشركاء الاجتماعيين الوزارة عندها استعداد وكذا شركاء الاجتماعيين ربما هذا المرة سيساهم بشكل أقوى في تواجدهم داخل مراكز رأي مسؤولي على كل بناء الشعب الجزائري لأن هذه شهدت شهدت الباكالوريا شهدتها وطنية ومعترف بها وطنيا ودوليا إذا كان موقفنا من أجل سلامة هذا الامتحان هذا يعني قطاع التربية سيضرب في الصميم تسريبات المواضيع هزت مصداقية الباكالوريا ووضعت بن غبريط على المحك فهي مجبرة أكثر من أي وقت مضى على زمان إنجاح الدورة الثانية كل منك كتربويين كأسيدة أكثر من كنقابيين لماذا؟ لأننا الآن في هذه المرحلة بالدارة جلولة فكرنا على التلميذ أنا نظن كذلك وزارة تربية تقريبا ضامنات اللازمة وهذا هو الأساس بأن الأمور التي جارت إن شاء الله في المرة الماضية ما رحزت تحضر تماما وهذا أساس هذا التخوف تحضر كبير جدا فيما يخص التسريبات ولكن الوزيرة في اللقاءة تحضر من قبلها أكدت لنا وتمأنت الجميع بأن التسريبات لا تكون مرة أخرى هناك إجراءات تخذت من أجل الحفاظ وحماية المواضيع الامتحانات الرسمية ليست مسؤولية وزيرة التربية فقط بل كل شركاء مطالبون بالتجند لإنجاحها وهو ما يعول عليه في التسريع عشر جوان المقبل